تطبيق طبشورة أو بالضغط على إنشاء حساب جديد باستخدام بريدكم الإلكتروني عليكم اختيار اسم مستخدم لا يتضمن مسافات بين الأحرف بعد الانتهاء، قوموا بملء كل الحقول مع علامات النجمة الحمراء الصغيرة ثم وافقوا على سياسة الموقع وأنشئوا الحساب الخاص بكم للوصول إلى الأنشطة، اضغطوا على تصنيفات المقررات حددوا مرحلة التعلم، ثم الصف والمادة وهنا يمكنكم الانضمام إلى النشاط المطلوب في هذا التطبيق يمكنكم أيضا تنزيل النشاطات بالضغط على السحابة وثم اختيار القسم الذي ترغبون في تنزيله بالضغط أيضا على السحابة كما يمكنكم حذف بعض الأقسام بعد الانتهاء منها لتوفير المساحات مع الاستمرار في الحصول على العلامات في لوحة البيانات يمكنكم أيضا تسجيل الدخول عبر حسابات مختلفة بالضغط على رمز الملف الشخصي في أعلى الزاوية اليمنى ومن ثم الضغط على التبديل بين الحسابات حيث يمكنكم إضافة أي عدد تريدونه من الحسابات حتى يتمكن العديد من المستخدمين من استخدام الجهاز نفسه وهكذا تنتهي الجولة حول تطبيق طبشورة